الترضي يعني العلم اختلوا فيه ولو لا تركوا يعني بعض العلماء قالوا بيجوز ان يقال لغير الصحابة ولكن يقال من باب الدعاء وليس من باب الخبر من باب حتى لو قلت رضي الله عنهم يكون قصدك دعاء وليس خبر الدعاء احيانا يكون بصغط الماضي لان حديث الاقرع والاعمى والابرص لما قال لي اي المال يحبوا اليك قال شنو الابل فعطاه ناقة فقال له بارك الله لك فيها ما قال لي الله يبارك بالماضي بالمضارع قال لي بارك بارك بفعل الماضي وهذا اقوى في الدعاء من المضارع اقوى في الدعاء لان هذا فيه غاية احسان الظنب الله بارك بارك المهم فرضي الله عنه قالوا ان الجوزوا من العلماء قالوا ان يكون من باب الدعاء لان الذين رضي الله عنهم واخبرنا بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم اما من دون الصحابة قالوا يكون من باب الدعاء والاولى ترك ذلك وان لا يخصص بها وضع على شروط حتى تجوزوها لكن الاولى ترك يا جماعة الاولى تركها